بار خير عليكم ان شاء الله كم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو لو اول مرة زروا قناتي نقول لكم رحبا بيكم لا تنسونيش بالدعم لايك واشترك وتفعيل جرس حتى يثكنكم جديد اليوم موضوعنا لحباب على القرض المستغر شكون هو المستفاد منه وما هي شروط تاعه وكم تدوم المدة باش نحصل على القرض هذا من لانجام وما هي المدة يعني به نقدر رد القرض تاعي المهم هذا الموضوع كام نحن نحكوها في هذا الفيديو طبعا الناس اللي حتستفاد منها نتمنى تكملوا فيديو الاخير وتشوفوا المونة الحاضرة في نعطيها لكم بالتفصيل اولا نفهموا وشهو القرض المستغر القرض هي سلفة او سلفة يعني مبلغ ماليد يعني موجهة طبعا لفئات مواطنين يكونوا معندهم اجدخل او مداخل غير مستقرة وغير منتظمة اضافة الى هذا كل هو يعني قرض رائع للناس او المرأة الماكثة في البيت العامي المرأة الماكثة في البيت اللي ما عنداش دخل هذا يعني الدولة تمنحوا لها يعني بها تساعدها وتعمل ديبروجي تعمل يعني انجازت في بيتها اه تطور بها نفسها وتساعد بها روحها يعني حاجة بها بزافة اه طبعا سلفة هادي يتم تزديدها طبعا عندها مدة من عام حتى الخمس سنوات طبعا هذه السلفة موجهة للمشاريع الانتاجية والخدمات والنشاطات التي لا تتعدى كلفتها ام حدوها جماعة بمئة المليون ما تفوتش مئة المليون طبعا تمكنك من اقتناء عادات يعني تحبوتها مشروع في الارض يعني في الاحية ولا مواد اولية طبعا تبدو بيها نشاط يعني يعني كاش نشاط تاعكم يعني في البيت كما يجري مشينة خياطة هادو الحويج وطبعا تغطية المصاريف الاولية لممارسة نشاط او منوه نعمة هذا هي يعني السلفة اللي خاصة للناس اللي تحب تختم على روحها طبعا ولنجام هي الممول لهذه المشاريع نقوله احنا ما هي شروط القرد طبعا اي قرد يعني تمنح دولة اي جزائري او جزائري عنده شروط صح ولا لا اول شرطه انه الانسان هادك يبلغ 18 سنة فما فوق هناك الانسان ما يكونش عنده يمتلك يعني قبل مدخيل يعني او عنده اجر ثابت طبعا لازم يكون ما عنده شامل املاك وما يكونش عنده مدخيل ويكون الاجر تاعه هادك مش منطلب يعني كما نقوله احنا ادي مليحة بزاف المرأة الماكتها في البيت تساعدها يعني يعني تحلى لها ازمة كبيرة طبعا ثانية اثبات المقرة الايقامات تانيتك التمتع بمهارة مهنية تتوافق مع النشاط المرغوب كما قلنا عدم الاستفادة من المساعدة لانشاع نشاط ماء يعني ما تكونش قبل مثلا حلقة نسا يعني هزت الدراهم وتستحب تدهز الدراهم مرة اخرى هذه من المستحيل ان الانجام يعني اتمدنها هذا القرد لانه ديجا استفادت لازم يعني تستفادي مرة في عمرك من هذا القرد المساخ فقط لغاية ولازم تكون عندك القدرة باش ترجع القدرة على دفع المساهمة الشخصية التي تقدر واحد بالمئة من كلفة الاجمالية للنشاط فهمتك سؤال تاني هل يمكن طبعا القرد المصغر هذا هل الطلاب هل هم ممكن يكونوا من الناس ليحصلوا على هذا القرد نقولهم نعم القائمة المتطلبات الشروط يعني الشرط حصول على حساب عمل حر بنكي هذا لكم انتم يعني كنت روحوا تهزوا طبعا حساب يعني في البنك رح يعطوكم قرد باش تاخذ معدار وحكم حتى انتم ما هي الشروط الاستفادة من قرد لانشام طبعا عن الشروط اللي قلناهم يعني محدة لتقدم بطلب فرض يعني حصرتها الوكالة في ثمانية نقاط اولها انه ما يكونش عندك دخل او مدخل غير ثابتة وغير منتظمة اثبات لازم يكون عندك اثبات مقر الاقامة حاجة اخرى التمتع بمهارة مهنية تتوافق مع نشاط المرغوب انجازه مثلا انا مشني خياطة روح ندير نطلب مشروع راح ندير نربي ارانب ولا راح نفلح في الارض فهمتو؟ لازم الخبرة والموهبة اللي عندك هي تستثمر فيها المال هذك ودير فيها هذك القرد بها تخدم على روحك عدم الاستفادة من مساعدة اخرى لانشاء نشاط ما يعني ما تكونش انت مثلا استفد قرد من مكان واحد اخر وزيد حتدي قرد من الانجام لازم يكون عندك قرد واحد في عمرك كامل كي ما نقول فهمتو؟ وهنا شوفوا لحباب جبتلكم التشجيل على الانترنت كيفاه تشجلوا باش تطلبوا قرض مصغر تستفادوا منو راني حطيتلكم هاكذا فيديو يعني بالشرح يعني سهل لكن شوفوا عنا عن نفسي من الاحسن انكم تروحوا للسيبر تدو معاكم ركاق تنتيتي تعكم او بطاقة سيارة او بطاقة التعريف ويعني وتروحوا عندو وهو يقيملكم بالواجب كامل لانه اي غلطة يعني في هذا الملف هذا القرد او هذه الاسئلة اللي ما تروحها عليكم يعني ممكن تخليكم يعني كيف هنقولو احنا يروحوا لكم هذا القرد فهمتو؟ هذه حاجة يعني قانونية وماش يتمس خير ويخرج لكم في شي تاعكم هذا وتجيبوه معاكم باك تروح تدفعوه للونجام ونجام يعني تعطيكم المبلغ تاعكم طبعا وتوكلوا العربي وتخدموا عادي شوفوا كان فيه بزاف كان تربية دواجن كان تربية الارانب تربية النحل الاغنام المعد يعني في عديد من الخدمات يعني يمد هذا اللونجام يعني القرد هذا اللي تحبوا تزوه فيه العديد من الحواج المهم التعمار يكون مليح طبعا وفي الملف كي ما تشوفوا لازم صورة شخصية لازم شهادة ايقامة شهادة ايواع كل واحد كيف يسميها لازم نسخة من بطاقة التعريف الوطني وتديها معاك وإلا نسخة بطاقة السيارة واحدة منها وتدي معاك نسخة نسخة في التخصص اللي حد ديرو تثبت يعني بالي لك مؤهل بيش تخدم الخدمة هذي كي نحن كي نقول حنا يا دوسي تاعك باش يدخل هذا كامل المعلومات تدخل في الدوسي تاعك وليزم لازم يكون الشخص اكتر من 18 نسنة وقادر يعني قادر باش يخدم مش انسان كي نحن معاوق يعني ميا بالميا رحب يدخل في الخدمة هذي مستحيل يمدوله فهمتو هنا ثاني كي ما تشوفوا يكون شرط ما عندوش دخل وما عندوش يعني دخل يعني مستقر ولا غير منتظم كي ما نقول حنا ذاك الماص وليختم بالجوغني هذو تاني يستفاد وما ننسوش تاني المرأة الماكثة في البيت المرأة الماكثة في البيت هذا مشروع يبني يحبيك بزاف يبدوها من ربع ملايين واطلع طبعا هذي القروض لي طبعا لانجام وما تفوتش مية المليون كانت واحد الاخت خلت لي تعليق قلت لي يا اختي احكينا على هذا الموضوع تاع القرض المصغر قلتي حبيت نفهمه قلتي انا هزيت يعني عند مئة كانز نظرك رح نقدر انهزو لا لا ما نظنش اختي بويس كهزيت يصاي عند مئة كانز يعني فراح موجود في الملف تاعك قرد ما نظنش رحياتك قرد واحد اخر هاني جولتك على سؤال تاعك وهكما تشوفوا هذي الورقة الفي شي لي رح تعمروه ان شاء الله كما راكم تشوفوا هنا ديروا راجل او امرأة وتعمرو يعني وتحطوا الاسم تاعكم واللقب بالعربية وبالفرنسية احسن تروحوا لسيبر يكتب لكم باش ما ينساش حتى حرف وتقوع لكم اخطأ هذي هي الحباب رح نحكي لكم حاجة واحد اخرى شوفوا الحباب بالنسبة للمرأة الماء كذا في البيت طبعا هذي خاصة بالتكوين الميهاني اللي مصادق على الكفاءات الناس اللي عندها اختصاص يعني عندها حرفة عندها مهنة خياطة حفافة حلاقة كما نقول احنا صنعت حلوة وما عندهش الديبلام هذي خاصة وحصريبية وش تدير تروح تسجل في التكوين الميهاني باش تجيب الشهادة تح في ضرف يوم واحد او يومين يعني يعني على الاكثر يومين يعني طبعا هتدفع مبلغ يعني صغير مشي حاجة كبيرة يعطوها الشهادة وبهذيك الشهادة ايه كنو احنا تولي عندها شهادة تعكفاءة تقدر تدير بيها فلانسانج ولا فلانجام فهمتو هذي خصيصة للمرأة الماكدة في البيت او يعني ايه يعني ممكن حتى للراجل يعني ممكن يعملها كالنا رجال طعف تطبخ كالنا رجال طعف تدير الحلويات الحلاقة هذو الامور فهمتو انشاء الله يكون افادكم برك طبعا الحبابة هذا الجدول جبته لكم باش شوفوا التموين تع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تكلفة الشيراتي او تع مواد اولية تتعدى 4 ملايين وششروا التحاق وشوفوا الوثائق الادارية المقدمة من طرف طالب القرض الوثائق المحرارة في يعني خلية المرافقة وكاين تاني القرض اللي يتراوح ما بين 4 ملايين ومياع حتى العشر ملايين وكاين القرض لا يتعدى السلفة تاو 100 مليون هاكما تشوفوا الشروط يعني كاملة لكل يعني مبلغ تع القرض اللي اي واحد يحب يعني دير سلفة طبعا من الانجام ها كاملة الشروط امامكم حاولوا تعملوا عليها صورة وتاخذوها ويعني وتحطوها عندكم اللي يحب يدير ان شاء الله مشروع ويتوكل على ربي يخدم على روحه نقولوا ربي يسعى لله وربي يوفقكم كلكم وجينا الاخر الفيديو ما بقالي نقولكم غير تهلا ولي في روحكم ان شاء الله افدكم ولو بالشي قليل الى فيديو اخر ان شاء الله تهلا ولي في روحكم ما تنسوناش بالبصامات على الفيديو وبرتجونا الفيديو ولو اول مرة تزوروا اني نقولكم مرحبا بكم ما تنسوناش بالاشتراك نقولكم تهلا وفي روحكم ودمتم في رعايت الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة